في الوقت مشاهدين نروح لموجز لأهم الأنباء الثامنة صباحة معاليند عبداللطيف تفضل يا لت شكرا أحمد الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التعديل الوزرية الذي دعا له مجلس النواب للنعقاد يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصائدين الداخلي والخارجي وخلال تدوين له على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أن التغيرات التي تم التوافق عليها بعد تشاور مع رئيس الوزراء ستسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم وعقب دعوة الرئيس السيسي للبرلمان للنعقاد وفق مجلس النواب خلال جلسة طارئة على التعديل الوزرية وجدد النواب الثقة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشملت موافقة المجلس على التعديل الجديد 13 حقيبة وزرية هي وزرات التعليم والتعليم العلي والصحة والري والهجرة والسياحة والآثار والتجارة والصناع والطيران المدني والقوى العاملة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والثقافة والإنتاج الحربي قال الرئيس الأوكراني فلودي ميزلينسكي إن بلاده تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وتبادلت أوكرانيا وروسيا للتهمات بشأن عمليات قصف متعددة وقعت في الأوينة الأخيرة لمحطة زابوريجيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وسيطرت القوات الروسية على المحطة في بداية العملية العسكرية وأكدت زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو أن كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدماً المحطة كغطاء سيصبح هدفاً خاصاً لعملاء المخابرات والأجهزة الخاصة والجيش الأوكراني وقع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وثيقة موافقة بلاده على انضمام فنلاندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطية نيتو والتي اعتمدها البارلمان الفرنسي في الثاني من أغسطس الجاري وقال قصر الإليزي إن هذا الخيار السيادي لفنلاندا والسويد يعزز الأمن في مواجهة التهديد الحالي من جرانهم المباشرين وسيقدم مساهمة مهمة نظراً لقدرات هذين الشركين في الموقف المشترك وفي الأمن الأوروبي وتحتاج الدولتان إلى موافقة ثلاثين دولة عضواً في حلف شمال الأطلنطي لتتمكن من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلنطي في حال تعرضهما إلى أي هجوم أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء على ألا تتخطى الخرارة 19 درجة مئوية وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت حابك أنه يستثنى من هذا الإجراء المستشفيات والمراكز الاجتماعية هذا وتحث حكومة المستشار أولاف شولز منذ عدة أسابيع على بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة والتي قد تتقلص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الأزمة الأوكرانية إذ يخشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعباً بسبب أزمة الطاقة التي حذر وزير الاقتصاد من تداعيتها على القطع أعلنت مدينة شانجهاي المركز المالي الصيني أنها ستعيد فتح جميع المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة في الأول من سبتمبر المقبل وذلك بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة تفشي فارس كورونا ووفقاً لبيان نشرته لجنة التعليم لبلدية شانجهاي ستطلب المدينة من جميع المعالمين والطلاب إجراء اختبارات الحمض نووي لفارس كورونا يومياً قبل مغادرة المؤسسات التعليمية كانت شانجهاي قد أغلاقت جميع المدارس في منتصف مارس قبل إغلاق المدينة لمدة شهرين لمكافحة أسوأ تفشي لكورونا في إبريل ومايو أما رياضياً فحقق المنتخب الوطني للكرة الشاطئية الفوز على نظيره المغربي بنتيجة خمسة أربعة في ثاني مبارياته ببطلة كأس الدار البيضاء الدولية التي تنظمها المغرب سجل أهداف المباراة أحمد الشحات وحسان محمد واقي هدفين لكل منهما وهدف لحسان باولو هذا ويخوض الفراعنة مباراة الختام أمام منتخب السعودية نهاية مجزة ثمنة نعود الاستكمال الباقي في قراءة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة